السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبايبي في حنان الوراكي اه النهاردة حبايبي اه حنشارك معاكم طريقتي في مكعبات الدجاج مكعبات دجاج صحية مكعبات دجاج تقدر تستخدميها في جميع اكلاتك التي بتبديها بطريقة سهلة وبسيطة وطبعا دي طريقة من ضمن الطرق انا بعمل طرق كتير لمكعبات الدجاج فدي طريقة اه جميلة جدا وكمان انا بفضلها كمان اه لان بتنفعني في جميع الاكلات اه وبطريقة سهلة يعني طريقتها سهلة وبسيطة بس بتطلعي احلى مكعبات دجاج بصراحة اه بتبقى لذيذة جدا تستخدميها في اي اكلة انت بتعبيريها زي ما احنا شايفين شكلها جميل جدا حابت لها لأقول لكم شكلها اه دوقتي بقى ايه حبيبي اه تعالوا بينا بقى بعض كده بقى ايه نبدأ الطريقة خطوة بخطوة ونصلي كده على رسول الله علي افضل الصلاة والسلامة ونشوف انا احتاج لايه اه دلوقتي انا معايا بجيب اه طبعا لو باجي اعمل لمكعبات الدجاج بجيب ايه طبعا فرخة لنا اعملها في البيت وبنحتاج لها بحتاج ملح وبحتاج اه بهارات كده البهارات دي بتبقى معلها صغيرة من البهارات عبارة عن ايه اه بهارات بورق رورو وحبهان مطحونين اه مع ايه مع بودرة طماطق مع اه وحنحتاج برضو اه فلفل اه يعني معلها كده صغيرة من الفلفل الاصمر وببدأ وبصلايا كده ببشورة وطبعا اول حاجة انا بجيب الفرخة وعشان كمان انا عندي قطة مربيها في البيت فبجيب لهم كمان مع الفرخة يعني يكلوا ايه هياكل كده فمن عند بتاع الفرخة فببدأ لنا بغسلها كويس الفرخة الاول وبعمل التدبيل اللي انا قلت لكم عليها وهنا طماطمية دي مبشورة اه طماطمية كبيرة كنت كنت حطها في الفريزة فطلعتها وبشرتها لو انت عندك طماطم اه طازة فبتبشوريها وبتبدأ اللي انت بتحطيها كده على الفرخة بعد بتكوني غسلتها كويس كذا مرة وتغسلها بالضيق والملح وبشوية تخلم عشان تتخلصي من الزفارة بتاعتها وبتسيبيها منقوعة شوية في المكوناتها اللي قطركم عليها ديت وبعد كده بتشوفيها كويس وبتبدأي بعد كده بتعمل التدبيل اللي انا بعملها وبتسيبيها يعني بعدها بعملها كده بسيبها يعني يعني عشر دقايق كده هوت وبكون مولاعة على المية اللي انا حسلقها فيها مية كده عشان انا حسلق الفراغ ديت زي ما احنا شايفين دي طريقة سهلة وبسيط على فكرة فراغة بسلوقة اللي بدت تعبليها اه والتسيبها في التدبيل ديت شوية وتيجي بعد كده تسلوقيها هتاكلي احلى فراغ بصراحة هتلاقي طعبها جميل جدا والفراغ كمان تتشرب رابط كده لحم الفراغ كده تشرب للتدبيلة اللي انتي حطتيها فيها ولما تيجي تسلوقيها هتاديلك هتاديلك طعام جميل جدا نعم دلوقتي انا حطتها كده ايه في المية بس المية يعني زي ما احنا شايفين طلعت زيادة شوية فانا حنقصها اه زي ما احنا شايفين بس ايه طبعا انا انا اقص الميا شوية يعني عشان ما تيجي تحط الفراخ ما تبقاش الميا زي ده معاكي اه دلوقتي بقى ايه انا حطيت بحط الفراخ كده زي ما قلنا اه يعني فرخة وكلو كده امن الهاية كده بحط كده التدبيلة بقى اللي هي كانت اللي انا كنت احطها فيها وما سبها كده اطبقى ايه اه على البوتاجاس كده لحد الفراخ ديها ما تستوي ايه معايا اه دلوقتي انا حاسبها احط الغطى كده مش متغطي يعني متوارب شوية يعني هي كده نسبتها كده لحد ايه ما استوت يعني فكرة ما اخذت شوية اتبعايا يعني استوت ايه الفراخ استوت بسرعة اه زي ما احنا شايفين عشان كده اه يعني قلل المية ايه شوية اه وانت بتابعيا دلوقتي انا طلعت الفراخ كده الحاجات حطيتها كده ايه في صبية اه وبعد كده اه هنبدأ ايه مع بعض دي الشربة اه هاسبها بقى ايه دلوقتي عشان انا كمان هعمل اكلات طبيق وحاجات فانا هستغل الشربة هاخد بدها وحط في الحاجة اللي انا هعملها واللي يفضل معي هحط في حلة صغيرة واسبها لحد ما تبرد ودخلها ايه على التلاجة. اه طبعا اه زي ما احنا شايفين نا القوام على فكرة لو انت عايزة فيها مادة جلاتينية دي اللي انا عايزها. اه فعشان كده انا هاخد منها دلوقتي واعمل منها الاكلات. دلوقتي انا عملت ايه بها عشان انا خدت الفرخة كده جبت معلقتين زيت. وحطتهم في طبق مع شوية اه فلفل اه اصمر اه و اه وارفة يعني و كمان اه بوهارات كده فراخ كده او اه وبعد كده بقال لهم مع بعضه وبادها للفرخة زي ما احنا شايفين ودخلتها تحت الشواية لحد ما اخدت لهم. هي لحد كده تبقى تمامه مية مية تقدر يتقدميها تقدميها ودي كده بقى الهياكل اللي هي اللي فضله فحبدأ دلوقتي اللي انا اخد بندها وحط بقى السمسة ما زي ما احنا شايفينه وها الطبخة اهو عبد بياكل وبقيت الهياكل حرجحها بقى في حرجحها في الحلة تاني مع كمية الشربة اللي حتفضل وحطها فيها لان انا عايزة بيتها ليلة في الطلاجة دي كده عنا بدا بقى مع بعض اللي انا اعمل مكعبات الدجاجة دوقتي عنا شوف بقى عنا احتاج لإيه معلقتين كبار ومن ايه من بودرة الفراخ وعنا احتاج لمعلقة اه معلقة كده كبيرة كده هوت من ورق الرورو والحبهان مطحونين او معلقة صغيرة يعني على حسب انت بتحبي طعم يكون قوي يعني ولا وعن احتاج لمعلقة كده كبيرة من الملح وعن احتاج لمعلقة كده معلقة ونص كده صغيرة مليانة من الفلفل الابيق ده طبعا انا بزود في البهارات دي ات ليه انا بزود فيها علشان اه علشان اه عنا من المكعبات ده جايك فلما اخد منها وحط كده وات في الاكلات اتشت زي ما احنا شايفين الشربة تحولت معايا المادة الجيلاتينية ليه؟ لان انا رجعت فيها لهياكل حطتها تاني في الحلة دي وحطتها في الطلاجة اه فلما بتسيب الفراخ فيها اه في الهياكل يعني في قلب الشربة فبتتحول الشربة معاكي لمادة جيلاتينية هي دي اللي انا عايزة دي وقت انا حطيت بقى ايه خدت منها شوية مع كبشتين كده من الشربة كده اللي هي تحولت معايا المادة جيلاتينية وحطيتم كده بس على البوتاجاز عشان بس ايه الحاجات دي تضوب ايه معا مش عايزة تغلي يا بس الحد ما تضوب بس وارفع بقى ايه ارفحها كده من على البوتاجاز وحب ده بقى ايه اللي انا احطها على بقية الايه الشربة اهم حاجة الشربة اه اللي هي ايه يعني تتحول معاكي لمادة جيلاتينية كده هوت اه حتديلك هي دي اتبقى ايه اللي عتدي عملية الربط لبكعبات الايه اللي انا حاعملها اه اهم حاجة وانت بتسلقي الفراخ طبعا انا وانت بتسلقي الفراخ ببقى تقطريه شمية يعني انا علشان كمان انا انا لما باجي اعملها في الايام العادية كمان يعني اه يعني لو انا بجيب الهياكل لوحديها بس انا عشان كنت عايزة اعمل لنا يعني في البيت فراخ كده فعشان كده اقطرت في المية يعني بس انا في العادي انا ديوقتي حطيت كيس في قلب صانية وببدأ اللي انا بصبها اه في العادي خالص فتجيبي اه كيلو هيكل بالعدل الراجل وتسلقي وتخسيني كويس وتسلقيه يعني حول تقليل المية يعني تسلقيه ممكن تسلقيه في نص ريتل المية اه اه او تلات كوبات مية اه مش اكتر من كده اه وتسيب اللي هيكل فيها برضو في قلب الحلة لحد ايه ما تبرد خالص ودخلت تلاجة فعتلا تحولت معاك المادة الجيلتينية هتبقى قوية جدا انا بس انا يمكن زودت عشان كنت بحتاجة في اليوم دهوت اه كنت بعمل بقى كزا حاجة فا كنت بحتاجة شربة فعشان كده زودت بس انتي تعبلي بالطريقة اللي انا قلتلك عليها ديات انا ديوقتي حطيتها اه سيبها كده لحد ما تبرد ودخلتها على الفريزر اه لحد ايه ما تجمدت معايا زي ما احنا شايفين باعتلاقها بفوق الوش كده حتبقى فيه طبقه كده اه دهنية كده اه مطرح الايه اه مطرح الشربة يعني اه فبعد كده بتبدأ بقى اللي انت تطلعها الكيس بكل سهولة تحطيه على الرخامة وبعد كده بتبدأ اللي انت ايه بتقطعيها مكعبات المهم اللي انت بتسبقاش لما تجمد معاك خالص يعني هي بصوا مجرد اه لو اه التبريد عندك في الفريزر كويس فهي مجرد اه ساعة زمن او اه او ساعتين زمن بالكتير بس مش اكتر من كده مش اكتر اللي انت تبقيتها في الفريزر وتبقى اشفى معاك يا حجرة فمش هتعرفي تقطعيها هي اول بس ما تمسك نفسها فبتطلعي الصنية وبتبدأ اللي انت بتقطعيها كدوات ايه مكعبات زي ما احنا شايفين هتلاقوا السكينة ماشية معايا هي لان انا ما سبتهاش كتير لو انت سبتها كتير فا عتعزبك في التعطير فا عتو بيحتاجة اللي انت تسبيها شوية لحد بتفك بس انت ما تسبقاش كتير اه بابدأ بعد كده اللي انا بقى اضطحها كدوات مكعبات على حسب بقى المكعبات اللي انا ايه هستخدمها وبعد كده اه بابدأ لانا باجيب كيس وبالم المكعبات بقى ديت بحطها في كيس ودخلها ايه على الفريزر بتفضل معايا زي ما هي بابدأ لانا اخد بالنها بعد كده في اي اكلة انا بعملها باخد وبحط بحط فيها بتبقى معايا احلى مكعبات يبقى كده حبيبي عملت معاكم تلات طرق في قلب الفيديو اه وريتكم ازاي طريقتي في سلق الفراخ اه وريتكم برضو ازاي اللي انا اه بحمر الفراخ بطريقة صحية بنغير بحطها في زيت وتبقى غلط كمان احنا عارفين اللي الزيت غلط على الصحة كترته فوريتكم طريقتي طريقة صحية وبمعلقتين زيت بس ازاي اللي احنا نحمر برضو الفراخ اه اتمنى تكونوا استفدتم بالطرق وتالت طريقة اللي انا عملت المكعبات ووريتكم برضو طريقتي في مكعبات الديان يبقى كده تلات طرق اه في الفيديو اتمنى اللي انت تكونوا استفدتم بيهم ولو اول مرة حيوتي تتابعيني ولسه بكملها معايا لحد دلوقتي فضلا ولاسة امرا ما تنسيش كده اللي انت تشجعيني باللايك وتدعميني بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصل لك كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناة اول باول والمشركين كده عندي في القناة يشجعوني كده باللايك عشان فيديو يوصل للاس كتير يلا بينا نختم الفيديو بالصلاة على رسول الله علي افضل الصلاة والسلام اشتركوا في القناة